ورجعنا تاني لتوتوريال اخر من التوتوريال الخاصة بموضوع التغير الزمني المراضي احنا هنعمل توتوريال يعتبر ادفانسد نسبيا لان احنا هنشتغل على السب المنتز يعني سب المنتز السب المنتز الحقيقة هي المكونات الداخلية اللي بتكون اي ادتابل بولي فعلى سبيل المسال انا بديت المراضي بمكعب صغير بالشكل ده هحاول هذا المكعب الى ادتابل بولي وحب ده اعمل بعض التشكيل الخاص به فممكن مسلا اختار الضلع زي ده من هعمل له فبديت انزل بالشكل ده طبعا هو هنا معتمد على حسب عدد الاضلاق اللي كانت بتابع موجودة في لو انت حابب ممكن في هو تبدأ تشيل مسلا الضلع ده اه حابد ازود شوية الزوية بتاعت اعتقد كده افضل اه ممكن اجي بعد كده ويمكن اشتغل شوية حابب ان انا اه ما يبقاش يعني اه سابت عندي برضو ممكن استخدم امر اسم يمكن كنا اتكلمنا عليه قبل كده في سابق اه هعمل هنا هوت بدياجونل وحنزل برضو بنفس الدياجونل ده لاسفل كده حاجة اختار المجموعة اللي موجودة هنا هدخل بها للداخل شوية مسلا بهذا الشكل هنختاره يمكن هنا فيه اكتر من آآ نقطة فهتاكد ان انا مختارهم هيعولي فعلا انا الحقيقة ما كنتش عايزهم نقطتين انا كنت عايز المجموعة اللي هنا كلها تبقى نقطة واحدة فحقول له الاول بحيس يتحولوا الى نقطة واحدة بعد كده هم جاي متحرك بهم للداخل نسبيا فبدأت عمل اهو تكوين آآ مختلف شوية عن التكوين الاصلي اللي انا كنت موجود فيه وبرضو هنا انا هنزل للاسفل مسلا شوية آآ حسيت ان هنا برضو ده غير منتظم هعمل له كمان يعني هو هنا ده مجرد تشكيل للتوضيح عشان لكن طبعا المجهود اللي انت هتبزله في التصميم بتاعك انت ده المفروض يكون يعني له فكر معين ما يكونش بس مجرد آآ حاجة لها علاقة بالبارامتر ديزاين لا لازم يكون الموضوع اعمق من كده المهم وصلنا للتويتوريال ده كده انا هعمل دلوقتي خط مستقيم الخط مستقيم ده عشان التكرار بتاعي يكون منتظم وممكن بدل ما يكون خط مستقيم يكون ارك يكون سيركل يعني زي بعضو ما حضراتكم شايفين ان هو مناسب اصبح عندي دلوقتي فعلا في خط مستقيم اهو وفي عندي مجسم موجود اختار المجسم ده هتديله لون يكون مختلف شوية وليكن الجري وهتاكب من ان انا هراكبه على هذا المصار مرجرد ما ركبته على هذا المصار اصبح خط الزمن اللي موجود عندي دلوقتي هو فعلا بيعبر عن الحركة الموجودة والحركة المنتظمة لان احنا قلنا ان بيشتغل بحركة منتظمة دلوقتي انا ممكن اشغل وابدأ اعمل تعديلاتي فلاكم مسلا عند رقم عشرة اه انا ممكن اختار ديت وابدأ اصغر بقى اللي ايه ممكن تبقى النقاط ممكن تبقى الاضلاع ممكن اختار الضلع زي ده ومجاي ينزل به مسلا لأسفل اكتر او عايزة نزله مسلا بالشكل ده اه يمكن التغير ده احب ان انا عمله عند مثلا الخمسة وعشرين الفريم رقم خمسة وعشرين بحيس ان عند الفريم رقم خمسة وعشرين يكون نزل لفوقي بقى انت عندك كده تغير وهو تم من فوق لتحت حاجة عند الفريم مسلا سي رقم خمسين يبقى انا كده شغال كل خمسة وعشرين اه اه فريم التغير ممكن التغير بعد كده يكون ولياكم مسلا في البوينت بقى دي او البرتكس دي بقى انا برضو نوعت ما بين البرتكس جمع وما بين البرتكس وما بين عفوا الاضلاع اه ممكن ننزل برضو بالبوينت دي لاسفل لو حسيت في اي وقت ان انت محتاج تعمل كاتنج اعمل كاتنج مفيش اي مانا ده مش مش هيعوق الشغل بتاعنا اهو هتبدأ تبان كده التغيرات اللي تم تعمل من زيرو للخمسين هنيجي عند الخمسة وسبعين وحوم جاي منزلها اكتر واكتر بهذا الشكل وحبدو اكبر مسلا المجال الموجود هنا اهوت آآ برضو النقطة الموجودة هنا ممكن ابدو اطلع بيها لفوق نسبيا كمان حبرز نسبيا بالنقطة دي الاعلى والنقطة دي كمان الاعلى فبديت اهو اطلع آآ تكوين برضو حاسيت ان من هنا اللي هنا محتاجة تبقى كت في يعني اطلع موجود وعند الفريم رقم مية اللي هو اخر فريم هتكون دي اخر مجموعة من التعديلات وبرضو التعديلات دي لازم يكون لها مبرر ما يبقاش مجرد الفورم يعني فورم فايندينج يكون لها مبرر على علاقة بالاركيتكتر بتاعك لكن عموما انا بعلمك الادوات اللي انت تقدر توظفها وتقدر تستخدمها عشان تحقق بها هذا المبدأ آآ كده احنا توصلنا اهو اهو خلاص يعني اعتقد احنا كده في النهاية بتاعتنا آآ حاجة اخيرة اعتقد هنا برضو لأ محتاجة حاجة آآ تتضبط معنا فيش آآ الفورم هنا مش مزبوط اعتقد كده افضل ويمكن برضو هنا بيكون محتاج كت لان انا شايف ان هضلع ده او البوليجون ده مش سليم آآ ما ننساش برضو جماعة انا هختار كل الاضلاع بتاعتنا وكنا برضو اتكلمنا على الموضوع ده قبل ده هقول له في بتاعك خليها زيرو عشان الاشكال تبقى مضلع بهذا المنظر كده اصبح عندي فيه مجموعة من التغييرات اللي تمت على المستوى بتاع السبليفل الخطوة الاخيرة بقى بتاعتنا هي برضو زي ما كنا تكلمنا قبل كده على سناب شاط سناب شاط وحتا تأكد ان هو رينج اتأكد ان المادة بتاعك من زيرو للمية وشو بعد كده انت محتاج كم نسخة حبدأ الاول بعشرة نسخ ونشوف بعد كده حبيت ازيد او ان انا اقلل مفيش مشكلة لما بدايت عامل عشرة نسخ اهو بدأ فعلا التكوين يظهر او يبان معي اعتقد التكوين مناسب بس ممكن يبقى محتاج برضو آآ تعديل بسيط التعديل ده هو انا هطفي برضو الاوتو كي عشان التعديل ما يتمش معايا او ما يتسجلش معايا اعتقد المصار ده كان محتاج يطول شوية وبعد كده هارجع تاني واختار وعمل سناب شاط تانية اعتقد كده يعني الاول ما ننساش يا جماعة ان فيه لسه جسم متحرك جسم الاصلي اللي موجود طبعا ده ما تعملوش دليت لان ده بتاعك ده تعملو هايد او كي لكن ما تعملش دليت كده حصلنا على التغير بتاعنا او حصلنا على التكوين بتاعنا تكوين متناسق اهو وفيه تدرج والتدرج ده زي ما قلت لكده لازم يكون له مبرر معماري او يكون له علاقة او يكون له علاقة او باي صفة معمارية موجودة عندك لكن دي الادوات اللي انت تقدر تحقق بها التغير الزمني فلو عندك حد بيمشي مسلا من الخطوة الاولية لحد ما يوصل الاخر مبنى هيبدأ يشعر بهذا التغير الزمني وده كان نجرب كتير لو سمحته ونتعلم كتير عشان نقدر ان احنا نوصل اه لحصيلة قوية وقت ما تحب تفكر يبقى عندك اه مجموعة كبيرة من الحلول تقدر تستخدمها معك